مع تطور الذكاء الاصطناعي ايه الحاجة اللي ممكن ينفسك فيها الروبوت مثلاً لو دخل في مجال شغلك او هي ما يقدرش يعمل حاجة انت بتقدر تعملها ده سؤال حلقتنا الموجودة على صفحاتنا المختلفة على سوشيال ميديا دلوقتي نروح لمننا ونشوف هتنفس ازاي صباح الخير عليك يا ماني يا شازلي صباح الخير عليك يا هدير صباح الفل يا ماني مش عارفة هقول لك هقول لك نعم أفده عايزة تقولي ايه ونحن خلينا نفكر بقى بشكل تاني انا هديركا بتقول لكل واحد يفكر انه يطور مهاراته ويشوف هيتعامل ازاي عشان يقدر ينفس انا حمشي العكس انا حبقى عارفة تعامل كويس قوي باستخدام الزكاء الصناعي ان شاء الله قوي يعني عندي النية ولكن هخلي اعتمادي على مهاراتي هي اللي اكتر مش هخلي اعتمادي على الزكاء الصناعي هو الاكتر اكتر خدمة انا شايفة هنقدر اقدمها لنفسي ان انا حافظ على مهاراتي عشان ما صديش انا او اي حد فينا لو فضلنا نعتمد جدا على الزكاء الصناعي الاصطناعي احنا حيبقى ما عندناش القدرة على ان احنا نعتمد على نفسنا مخنا حياطا فاكرين كويس قوي من كام سنة لما حصل قطع لكيبل الانترنت يمكن في البحر المتوسط ووقتها حصل مشكلة وشلل كبير جدا في كل الاماكن والناس كانت مش عارفة تتصرف والبورصات كانت وقعة كل حاجة كانت حصلة بسبب ان حصل قطع في كيبل الانترنت في فترة من الفترات انا فاكر كويس قوي ان انا كان مثلا من فترة قريبة تليفوني كان فاصل شحن وما كانش معايا الشارجر وكنت انا رايحة مشوار ومعتمدة على الجي بي اس تهتي جامد جدا من ساعتها فكرت ان انا لا انا لازم اعرف اسامي الشوارع تاني لان انا ما بقتش عارفة اسامي الشوارع كنت كويس ما بقتش عارفة منين يروح فين او ازاي فلا قررت ان انا بعد كده بقى مركزة جدا ما بقاش معتمدة بس على سكرين هي اللي بتحددلي طريقي اعتقد ان احنا اكبر خدمة ممكن نعملها لنفسنا ان احنا هنحاول نعزز مهاراتنا احنا ونأكد عليها ما يبقاش كل اعتمدنا على الزكاء الاصطنوعي علشان ما يبقاش عبيد يبقى احنا اللي بنشغله مش هو اللي بيشغل